اشتركوا في القناة قد تصين والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية بكين كان الوفد والصيني المشارك في الجولة الأخيرة من المحدثات التجارية بواشنطن نهاية الشهر الماضي أكد إحراز تقدم مهم للمرحلة الحالية وأن الجانبين أجريا مناقشات صريحة ومحددة ومثمرة وأن الجانبين كذلك اتفق على تعاون وتعزيز التعاون ويوليان أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا مع اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التجارة المتوازنة إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم عمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وبالتزامن مع أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية المتبينة ويعلق المستثمرون آمالا على توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري وعلى الجانب الآخر كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن المخزونات ارتفعت بمقدار ثلاثة ملايين وستمائة ألف برميل في الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017 يتهدى بين مأكد وزير الطاقة الروسية لإكزاندا نوفاك أن اقتصاد روسيا استفاد من الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين المستقلين على خفض إنتاج النفط العالمي أضف نوفاك أن تخمة المعروضة النفطية العالمية كانت ستصبح كبيرة لولا الاتفاق وأن أسعار الخام كانت ستتراجع لتصل إلى 25 دولار للبرميل مضحنا أن هذا الاتفاق عاد بإرادات أضافية على روسيا بما يعادل 15 مليار دولار في العامين الماضيين في أسواق المال وصلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعها لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بدعم من التفاعل بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وكذلك بدعم من نتائج عمالا قوية من شركات نسلا وأسترا زينكا وإرباس وخطفت الأسهم ذات التقل للشركات الصنعية وتلك العاملة في تصنيع السلع الاستهلاكية الأساسية خطفت الأضواء حيث حققت إرباس نتائج عمال أفضل من التوقعات مما خفف الأثر السلبي الناجم عن نبأ تخلي أكبر مجموعة أوروبية للطيران عن برنامجها لإنتاج طائرات A308 من لندن ينضم لنا المحلل الاقتصادي أنور القاسم مرحبا بك من سيد أنور عبر شاشة الغد نتحدث في البداية عن جولة المباحثات الجديدة والمفاوضات الجديدة الجارية بين واشنطن وبكين كيف ترى فرص واحتمالات التواصل للاتفاق في ظل ما يصرح به الجانبان هل احتمالات الحل باتت أكبر الآن؟ يعني حتى هذه اللحظة يبدو أن الحديث في العاصمتين في واشنطن وفي بكين متفائل للتواصل إلى اتفاق لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي بوادر خاصة أن الرئيس الأمريكي قال أنه منفتح على تمديد فترة الضرائب إلى أشهر قادمة يعني تمديد فترة فرض الضرائب على الصين هناك طبعا هناك تفاؤل بالحل الجانبان الآن متورطان الجانبان خسراء بشكل كبير نسبة التبادل التجاري تراجعت بين الجانبين إلى 41% مثلا في الصين استيراد الصين من الولايات المتحدة الشركات الأمريكية بدأت تشعر أيضا بمشكلة في الأرباح ومشكلة في حملة الأسهم أيضا نتيجة انخفاض قيمة التصدير إلى الصين إذن الجانبان حقيقة بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق خاصة أن وضع الاقتصادين يحدد وضع الاقتصاد العالمي كله حقيقة الجميع ينتظر ما ستقوم إلي هذه المفاوضات علها توقف هذا الصراع الدولي أرتاح في الأسواق على ما يبدو تفاعلة الأسواق بشكل عام وعلقت أمل كبيرة على قرب التوصل إلى اتفاق ما بين الجانبين كيف يمكن لهذه الخطوة حال تمت أن تنعكس على الاقتصاد العالمي بشكل عام كما هو معروف الاقتصاد العالمي حقق نتائج أو طفرة كبيرة في الفترات السابقة نتيجة خفض الضرائب وحرية التنقل ما حصل في الفترة الأخيرة أن الولايات المتحدة خرجت عن منظمة التجارة الدولية وباتت تفرض عقوبات على مجموعة كبيرة من الدول وخاصة الاقتصاد الصيني الاقتصاد الصيني ليس اقتصاد دولة فقط هو اقتصاد ثاني اقتصاد متوقع أن يبلغ حسب توقعات حديثة أن يتجاوز الاقتصاد الأمريكي في عام 2020 وربما في عام 2025 بينما الاقتصاد مثلا الاقتصاد الهندي متوقع أن أيضا يبلغ يتجاوز الاقتصاد الأمريكي في عام 2030 أو 2035 فيما أيضا ماليزيا قد تصبح من الدول الخمس الكبرى اقتصادية في العالم إذن الثقل السكاني في آسيا حقيقة بات يضغط في هذا الاتجاه وبالتالي كما نرى هذا اليوم بمجرد ما خرجت بعض التفاؤل في هذه المباحثات كل البورصات الدولية ارتاحت لهذه النتيجة باعتبار أن أي مشكلة في التجارة العالمية خاصة بين العملاقين الأمريكي والصيني ينعكس إيجابيا أو سلبيا على باقي البورصات الدولية شكرا جزيلا شكرا المحلل للتصدي أنور القاسم كنت من عبر شاشة الغد من لندن تراجع الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي مخافض في السوق السوداء اليوم الخميس واستقبال على شراء الدولار بفعل المخاوف من المظاهرات المناهضة للحكومة وبيع الدولار ب70 جنيها سودانيا في المعاملات النقدية مقارنة مع 65 جنيها مطلع الأسبوع لتتسع أكثر الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 47.5 جنيه تسارك مصر ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف طن من السكر سنويا فيما تنتج منه نحو مليونين وثلاثمائة ألف طن فقط وما يخلق فجوة بين الاستهلاك والإنتاج تقدر بمليون طن يتم استيرادها من الدولة وكذلك الدولة وضعت خطة لتطوير مصانع السكر ومضاعفة إنتاجيتها لتحقيق الاكتفادة من السكر وإنهاء عصر استيراده عشرون ألف طن من بنجر السكر تنقلها الحافلات يوميا إلى مصانع الدلتة لإنتاج السكر تبدأ عملية الإنتاج بأخذ عينة عشوائية آليا ويتم تحليلها بالمعامل لمعرفة نسب الشوائب والسكر والجودة من تقدير العناصر أكدر أقول أن الجودة بتاعة البنجر جدية وهي اللي بتحكم على العملية التصناعية إذا كان كلما ارتفع رقم الجودة كلما كانت العملية كلما كان أفضل للعملية التصناعية كلما نسبة السكر زادت وكمية البنجر زادت بيهب النفع للمزارع من ناحية المادية وهو ده الهدف من زراءة البنجر يمر البنجر بإحدى عشرة مرحلة لاستخلاص السكر والمولاس والأعلاف الحيوانية وتعمل الدولة حاليا على زيادة الطاقة الانتاجية التي تقدر بمليونين وثلاثمائة ألف طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بمضاعفة إنتاج المصانع نحن بنأمل مع موجود المصانع الجديدة والتوسعات في الطاقة الانتاجية والتوسعات في زراعة بنجر السكر وحيد الأجنة نحن نوصل للطاقة الانتاجية القصوى للمصانع وبالتالي ممكن نحق المستهدف من استهلاك مصر تقدر الفجوة بين إنتاج السكر في مصر والاستهلاك بمليون طن يتم استيرادهم لذا تم استنباط أصناف من البنجر وحيد الأجنة يضاعف إنتاجية الفداني إلى أربعين طن سنويا ثلاثمائة وخمسون ألف طن سنويا من سكر البنجر تنتجهم شركة الدلتة لصناعة السكر هذه النسبة تشكل خمسة عشر في المائة من إجمالية إنتاج مصر من السكر الذي يقدر بمليونين وثلاثمائة ألف طن سنويا فيما يستهلك المصريون ثلاثة ملايين ومائتي ألف طن سنويا وتسعى الدولة لزيادة الإنتاج لتحقيق الاتفاق الذاتي من السكر محمد عاطف الغد كفر الشيخ إذن ينضم إلينا فيها للسودية دكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتة لإنتاج السكر مرحبا بك حمانا دكتور عبر شاشة الغد في القاهرة نتحدث عن فجوة في صناعة السكر في مصر تقدر بمليون طن سنويا نريد أن نعرف من أين جاءت هذه الفجوة وكم تكلف الدولة المصرية المساحة السكر في مصر ينتج من خلال قصب السكر وبنجر السكر 44% من الانتاج ينتج من قصب السكر حوالي ما يقترب من مليون طن سكر وحوالي 1.2 من 10 مليون طن من بنجر السكر هناك فجوة من حقا اكتفاء ذاتي 76% زي ما حقا اكتفضلت في التقرير انتج احنا بنستهلك سنويا 3 و3 من 10 مليون طن الفرق ما بين الانتاج وما بين الاستحلاك بيتم استراضه من الخارج يا اما في صورة سكر خام ويوعد تكريره داخل المصانع المصرية يا اما جزء منه في صورة سكر تم التكرير زي ما بيحصل خطتنا كدولة كم يكلف الدولة؟ يكلف الدولة حضرتك دي بتبقى بورصة يعني يختلف سعر السكر على حسب سعر البورصة احنا شايفين ان عام 2018 كان في انهيار عالمي في سعر السكر على مستوى العالم كان سعر الطن تراوح ما بين 315 ل 340 طن كان قبل كده زمان بيوصل 480 دولار للطن يعني متوسط رقم الفاتورة سنويا بنخش تقريبا في حوالي 1.5 مليار دولار هناك الآن خطة لتنمية وتطوير هذا الصناعة والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي نعم مصر في الفترة الاخيرة خلال 2017-2019 انشئ مصنع شركة النوران شركة استثمارية كبيرة وحاليا تحط حجر اساس لاحدى شركات السكر الجديدة من احدى المستثمرين من الامارات اللي هي شركة الغرير للسكر او شركة القنال دي على مساحة 180 الف فدان في محافظة المينيا في غرب المينيا الكلام ده يعني ان هناك توسع في زراعات محصول بنجر السكر واللي يدل على كده ان احنا تحولنا من سنة 2018 كان عندنا 485 الف فدان سكر احنا النهاردة في 2019 وصلنا الى 600 الف فدان بنجر سكر يعني حصل تطور في نمو المساحة بمقدار 120 الف فدان الكلام ده عشان الاستثمارات الجديدة اللي بتحصل في مصر حاليا في صناعات السكر من بنجر السكر استثمارات محلية دكتور استثمارات محلية واجنبية احنا عندنا شركات استثمارات تابعة خاصة بالسوق الحر المحلي زي شركة الصفولة دي مع التعاون مع مستثمرين اماراتيين انا اسف مستثمر سعودي شركة النيل مستثمر مصري شركة الموران او الشرقية للسكر مستثمر ايضا مصري جمال الغرير ده مستثمر اماراتي اللي هي شركة القناة للسكر حديثة في عجلة دكتور كم ستستغرق هذه الخطة خطة تحقيق الاكتفاء الداتي ووقف الاستراد نهائيا يعني نقدر نقول تتروح من خمسة الى سبع سنوات بإذن الله نقدر نحق جزء كبير جدا من تقليل الفجوة يعني قد نصل الى 95% لـ 90% لان احنا برضو لازم نراعي ان انت عندك زيادة نمو سكاني كل ما بيزيد معدل نمو السكاني ثقافة الاستغلاق الدكتور لها علاقة طبعا احنا في مصر الفرد بيستهلك من 32 ل34 كيلو جرام سكر سنويا فده رقم يعتبر كبير برضو فكل ما زادت ثقافة الاستهلاك زي ما حرارك تفضلت كل ما الكمية بتاعتك الاستهلاك والتوعية أيضا برامج التوعية شكرك شكرا جزيلا دكتور رحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة دلتا لإنتاج السكر شكرا لك دكتور شكرا فانا بعد مشاهدين نصل مع حضراتكم إلى ختم حلقتنا من سوق اليوم ونذكركم بأبرز ما كان لدينا من عنوين المحادثات بين أمريكا والصين تنتقل لمستوى أعلى لتهديئة الحرب التجارية تراجع الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي منخفض شكرا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا